السلام عليكم يا شباب. اليوم جاب لكم كيفية التحقق من موقع ومسار التخزين الملفات الواتساب على هاتف أندرويد. سوى كان عندك أندرويد سامسونج، هواوي، هونر، شوامي، أي شيء. يسولك صور فيديوهات وملفات أخرى في الواتساب، أغاني، تريد تعرف مسار حفظ الملفات هذا، وين تحصل ملفات الواتساب في جهازك؟ الطريقة جدا سهل، سأشرح لك خطوات بسيطة حتى توصل للمسار الملفات الخاص بك للواتساب. الطريقة جدا سهل، أول شيء، تفتح البحث، تفتح البحث، بحث عن التطبيقات، أكتب فايل مانيجر أو ملفاتي، تطبيق فايل مانيجر أو ملفات، اكتب هذا النص، لاحظوا، فايل مانيجر، راح يعطيك مباشرة، إذا كان لغة جهازك، جهازك بالإنجليزي، راح يعطيك ملفاتي، إذا كان بالإنجليزي، راح يعطيك ملفاتي، إذا كان بالإنجليزي، راح يعطيك فايل مانيجر، افتح ملفاتك، بعد ما تفتح ملفاتك، اضغط على مكان تخزين الداخلي، يعني ذاكرة الحاتف، اضغط عليها، بعد ما تضغط عليها، هنا في القسم البحث، اضغط على قسم البحث، هنا في البحث اكتب واتساب، واتساب نحن نبحث عن ملف واتساب لاحظوا ملف واتساب لاحظوا ملف واتساب يعني هذا الذي يكون سبع عناصر هذا هو الملف الخاص بك اضغط على الملف مباشرة سيعطيك جميع الملفات عندك هنا الميديا سيكون ملفات ميديا سيكون يخزن جميع الملفات الفيديو والصور والأغاني وكل شيء الملفات المضغوطة اضغط على الميديا عندك هنا ملفات يكون هنا ملفات واتساب فيديو لاحظوا واتساب فيديو ستحصل جميع الفيديوات التي تم استقبالها عن طريق الواتساب التي تحميلها في الواتساب عندك هنا الإيميج كل الصور ستحصل هنا عندك هنا أوديو الصوات الموسيقى كلها ستحصل هنا أوكي عندك هنا مثلا الملفات الأخرى مثل أي شيء ملف ثاني راح بتحصلها ملفات تتفتح الملف راح بتحصل الملف الخاص بك وبس هذا هو طريقة تحديد المسار الملف طبعا تقدر تضغط هنا حتى ترجع للخلف ترجع للخلف الناس من تشوفون ميديا وين مكتوب أندرويد أندرويد من هنا بتحصل ميديا يعني الملف هذا ميديا موجود في أندرويد هذا هو طريقة بحث عن ملف الواتساب مسار تحقق مسار موقع وتثبيت الملفات اللي تم تحميلهم من واتساب من الصور والفيديوهات والأغاني وأي شيء وهذا هو طريقة جدا سهل وإذا عليكم المقطع اضغط لايك الفيديو وإذا لم تشترك القناة اشترك القناة وفعل زر جز بس مع السلام